تعرضت منصات تواصل اجتماعي ومواقع إلكترونية حكومية وإخبارية في أنحاء العالم لعطل المفاجئ قبل أن تعاوذ العمل من جديد بعد نحو 30 دقيقة قالت رويترز إن السبب عطل فني في شركة فاصل الأمريكية الموفرة لخدمات الحوسب السحابية وأدرج موقع downdetector.com الذي يرصد أعطار الانترنت مواقع ذات معادلات زيارة عالية منها رادت وأمازون وCNN وبايبال وسبوتيفاي ونيويورك تايمز ضمن المواقع التي واجهت مشكلات كما تعطل الموقع الرسمي للحكومة البريطانية وحدثت الأعطال بشكل متزامن ولكن عددا من المواقع عادة للعمل لاحقا بالطبع للمزيد من التفاصيل والمتابعة ينضم إلينا من واشنطن الزميل كريم يوسري مراسل أكستر نيوز كانوا في البداية براحب بك معنا في هذه الجولة والمزيد من التفاصيل والجديد بخصوص أبرز الأسباب والتحليلات بخصوص هذا العطل المفاجئ بالفعل يا فوجئ المواطنون صباح اليوم بتعطل عدد من أهم المواقع الإخبارية والمواقع التصوت في ألولات المتحدة الأمريكية على مطار 30 دقيقة وطفية تلك المواقع غير متاحة للمستخدمين وتم رصد إبلاغ نحو 20 ألفا أو 21 ألفا من مستخدمي موقع ريدد عدم تمكنهم من الدخول إلى الموقع واستخدام بياناتي وأيضا نحو ألفين من مستخدمي موقع أمازون أهم موقع للتصوت تم إبلاغهم أيضا بأنهم يعني أو تم رصد تبديغهم بأنهم غير قادرين على استخدام الموقع السبب الرئيسي في ذلك هي شركة فاصلي التي تستخدمها كل تلك المواقع هي الموفرة لقدمات الحوسبة السحابية والخاصة بالذاكر الخاصة بتلك المواقع وعملها وبالتالي أبلغت الشركة أو أبلغت الشركة عن عقل فنية تسبب في إطلاق كل تلك المواقع لكن بعد نحو 30 دقيقة تم حل المشكلة وعودت كل تلك المواقع مرة أخرى للعمل بشكل طبيعي خاصة وأن الولايات المتحدة تعيش أزمة من هجمات إلكترونية متلاحقة من شركات تعمل في روسيا ومن مقترقين إلكترونيين يعملون في روسيا تسبب في ارتفاع سوق الغاز والبنزين في السحن الشرطة في الولايات المتحدة على مدار الأسبوعين الماضيين وقبل ذلك كان هناك هجمة إلكترونية سيبرانية على شركة لتوبيد الطاقة الكهربائية من الطاقة الشمسية أيضا تسبب في طاقة العمل بها ناهيك عن مهاجمة عدد من الوزارات الأمريكية المواقع الإلكترونية قاصة بها أو الإيميالات أو البريد الإلكترونية القاصة بها تسبب أيضا فيه عدد من المقترقين وبالتالي يعني المواطنون في الولايات المتحدة يعانون من تلك الأزمة ورثما هي واحدة من الأزمات التي ستصرق على طاولة المقاوضات بالنسبة لزيارة الرئيس جو بايدن وعقب قمة الدول السابع في إنجلترا يوم الأربع القادم وأيضا بعد ذلك قمة حلف شمال الأطلسي في بروكسل وأخيرا القمة القاصة بالزعيمين الأمريكي والروسي بوتين وفلاتمير عفوا بايدن وفلاتمير بوتين في جينيف في السادس عشر من يوني نعم كريم تحدثت عن قمة بوتين وبايدن الأسبوع القادم هل هذه الهجمات الإلكترونية ستكون أهم ما سيتصدر هذه المباحثات؟ هي واحدة من المواضيع التي ستم مناقشتها خلال تلك القمة نتحدث عن أن هناك تحضيرات تجرى من خلال دول الاتحاد الأوروبية والأمريكية لواجه جو بايدن لأول مرة فلاتمير بوتين واجها إلى واجه بيئة المشكلات والمعوقات التي تكدر أسلم العام بالنسبة لدول الاتحاد وبأبرزها مشكلة شبه جزيرة القرن الأوكرانية وأيضا تواقض عسكري مكتب روسي على الحدود الأوكرانية أيضا هجمات الإلكترونية السابرانية بالتأكيد ستكون عادرة على طولات المباعدات أيضا ستكون هناك الاتحامات الخاصة بالتدخلات الروسية في الاتحامات الأمريكية وأيضا ملفات الخاصة بالتحديد الصيني للاتصاد والعسكرية الأمريكية أيضا ستكون عادرة على طولات المقاعدات بين بلاتمير بوتين وبين جو بايدن بالتأكيد ونحن في انتظار هذه القمة الزميل كريم يوسري مراسل إكسترانيوز من واشنطن أنا بشكرك شكرا جزيلا